إخواني الكرام إذن حتى لا نتوه كثيراً في هذا الموضوع ونبدأ نتهم ونتهم هذا ونتهم ذاك لأنه المشكلة أنه لو كان تأتي إلى مستشفى كل مرافق ممتازة وتروح إلى مرفق بسيط في زاوية معينة وتأخذ صورة تجد مثلاً أكرمكم الله زبالة أو فعر أو شيء من هذا القبيل مثلاً في زاوية معينة وتصوره وتقول هذا في المستشفى الفلان ستذر به مهما كانت مكانته ولكن يكون فالدوغراس في بارس رايح تذر به رايح تذر به لأن الناس لا تركز على الإيجابيات بقدر لا تركز على السلبية تتكلم رئيس جمهورية على نظام صحي في بلد يجيب له صورة من المستشفى وهذه الصورة مقيتة وسيئة أو يجب أن يحاسب عليها المسؤول بلا عدد نشك ولكن هذه تضرب مصداقية كلام رئيس الجمهورية أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريق كان من المفروض أن يكون الكلام أن هناك نظام صحي والدولة تنفق وتنفق أموال طائلة ولكن ما هي نتائج هذا الانفاق؟ المرافق موجودة الطاقم الطبي موجود الإداريين موجودين سيارات الإسعاف موجودة ولكن هناك نوع من المخططات لضرب المؤسسات الحكومية استشفائية لأنه في جانب الطب كاين أيضا هناك مافيا حقيقية مافيا العيادات الخاصة التي تبني عيادات بالمليارات وتأخذ قروض من البنوك يأتي واحد تاجر أو مقاول عنده فلوس يستعمل اسم طبيب أو يشتري يشتري ريجيستر أو كذا أو يشارك طبيب ويبني مستشفى متى يكون هذا المستشفى نشط جراحة العيون أو شيء من هذا القبيل عندما ما تكون هناك مستشفيات إذا كان مستشفيات الدولة الحكومية مستشفيات جيدة والناس ما تروح المستشفيات الحكومية اللي فيها المجانة أو حتى مبالغها بسيطة في هذه الحالة لن ينجح القطاع الخاص لذلك كانت في الفطرة الماضية على مدار سنوات هناك سياسة لضرب المؤسسات الحكومية وتحطيمها لمن أجل سياسة الخوصصة في كل المجالات وليست في المجالات الصحية لأن ذلك يخدم المافيات المتوزعة في كل هذه القطاعات في كل هذه القطاعات متوزعة مافيات بمعنى الكلمة مافيا الدواء ري مش مستوى محلي فقط مستوى عالم مافيا الدواء ومافيا السلاح هي التي تقف وراء إشعال الحروب من أجل أن تسوق لبضاعتها عندما لا تشتعل الحروب لن تكون هناك لن تكون هناك صفقات أسلحة لا يكون هناك بيع ذخيرة لن يكون هناك شراء ردارات ومنظومات تسليح مختلفة عندما لا تكون هناك مخاطر تهدد الدول عندما لا تكون هناك أيضا حروب يكون فيها جرحة ويكون فيها قتلة ويكون فيها مصابين كيف هذه المؤسسات الاستشفائية تبيع الأدوية عندما لا يكون هناك فيروسات كيف رح تبيع أدوية جديدة وكيف المخابر هذه تشتغل وتدخل مدخول أيضا عندما لا تكون هناك حروب مدمرة للبناء التحتية للدول كيف رح يكون شركات البناء وشركات الحديد وشركات إعادة الإعمار ارتنال صفقات بالمليارات من أجل بناء هذا الأمر لذلك هذا نخذها على مستوى الدولي ونمشي ونتدرج حتى نصل إلى المستوى المحلي حيث أنه تجدها على المستوى المحلي لو يكون تاجر بضاعة معينة شيء معين في قرية لديه نفوذ يضرب التجارة الجهات الأخرى الحكومية التي توزع هذه المادة ليبقى هو مصدرها وهكذا لذلك ما دامت هناك هناك نظام سحي معين نظام سحي من حيث الهياكل ومن حيث الموارد ومن حيث البشرية أو المادية ومن حيث السياسة المنتاجة ومن حيث التأمين ومن حيث الاستراض وتصدير الأدوية وغير 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 فهذا شيء ولكن أيضا الدولة إذا ما يكون هناك فساد وهناك إفساد لهذه المؤسسات وما تكون هناك محاسبة وتكون الدولة صارمة أعتقد أن الدولة ما هو مفرت ومهما خلقت من منظومات صحية فلن تنجح هذا الأمر ينطبق كما ينطبق على المنظومة الصحية ينطبق أيضا على المنظومة التربوية الدولة توفر الدراسة مجانية الكتب وكتب وتوفر كل شيء وتوفر مدارس وكذا وكذا إذا لم يكن هناك أستاذ ولا معلم ولا مدير ولا مراقب عام أم يكون لديه ذمة وروح المسؤولية رأي الكهيكل هذا حتى لو توفر له الدولة ما وفرت له لن يؤتي أكله ولن ينجح ترجمة نانسي قنقر